تعالوا ناخد نفسنا كده وقولكم حاجة مهمة جدا هو احنا لما عملنا كده وتحولنا الى ضحية كنا مستسهلين؟ اه كنا مستسهلين اه ما حدش يزعل مني بس عشان بس ما حدش يقول لي احنا كنا مستسهلين انت عارف الاحتراق ده بيعمل ايه؟ ده بيوجعنا ويقلمنا ويتعبنا اه صح بس هو استسهال لانك انك تتعامل مع نعمة ربنا بالطريقة دي انا اسف يعني الطريقة السامجة اللي هي فيها مش مطلوبة منك ولا حد امرك بيها ولا ربنا امرك بيها انت ربنا امرك ان انت تعيش في الجواز بالمعروف وعاشرهن بالمعروف يعني انت لازم تعيشوا مع بعض بطريقة مختلفة عن ان واحد فينا يتحول الى ضحية او احنا اتنين نتحول الى ضحية وده مش معناه انك ما يبقاش عندك اثار مثلا اه بعض الناس هيقول لي يعني انت دلوقتي بتقول لنا ما انت لما بتقول لي ما تحولش الى ضحية يبقى انت بتمنعني ان انا اقسر حد علي لا خالص الايثار حاجة وانك تحترق نفسيا حاجة تانية ليه؟ لان الايثار هنا معناه ان انت بتعمل حاجة ايجابية مش معناه ان انت تتحول الى شيء اناني فبتخرج من الانانية بالايثار التضحية معناه انك تحس بانك بتستهلك بتدبح بتدبح نفسك عشان الاخرين ويه؟ وبتفني نفسك وتستهلك عشان ان الاخرين يعيشوا وانت تتوارى وتزوب وتنتهي حياتك وانت عايش وده بيخليك عايش مستني امتى هتتحول الى الرماد امتى هتتحول لضحية وده بيضمر حياتك ويستهلك اما الايثار لا 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 الا الايثار معناه راقي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص يعني ايه؟ يعني انك تشوف ان الاخر اللي انت بتؤثره عن نفسك هو احق باللي انت بتؤثره به مش معناه ان ان انت شايف ان انت بتقطع منك وتديله لا هذا هو حاجة هو محتاجة اكتر مني وده معناه ان انت شايف ان الاثار ده نوع من انواع العطاء وعطاء لشخص مستحق خلينا اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اطع علينا طريق الاحتراق ليه؟ لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا ازاي ان دي حياتنا حياة الازواج ما خلناها ما خلهمش ايه؟ يحترقوا من اجل بعض فمثلا على سبيل المثال ما قالش لستيد عائشة غيري من طباعك واحترق من اجل العيش لا خالص استيد عائشة كانت تحب ان ترى لعب الاحباش حضرت النبي وريها ده استيد عائشة تحب ان تتعلم تتعلم استيد عائشة تحب ان تتسابق ويسابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحياة ما كانتش محترقة ولا حاجة حضرت النبي علمنا ان احنا نقاوم الاحتراق لان الاحتراق على فكرة ما بيجيش غير على مفاهيم سيئة ومغلوطة المفاهيم دي ممكن تكون راجعة للنشأة واحنا بنحاول نعيشها ونبررها يعني مثلا من المفاهيم بتاعت الاحتراق دي ما الدنيا عبارة عن ايه؟ الدنيا عبارة عن كد وتعب وهلاك وازا خلاص انا نصيبي كده مين قال ان ده نصيبك؟ ده نظرتك كده مش نصيبك كده ففي علاقات مستهلكة ولو اكتشفناها احنا بدري بنلحقها قبل ما تحرقنا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نقطع طريق الاحتراق فقال ان المنبتة لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع المنبتة ده اللي بيجري بسرعة 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 الفرس اللي تحته هيهلك وهو هيوقف مش هيقدر يوصل للنهاية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا من استهلكش نفسنا يعني ايه من استهلكش نفسنا؟ ما نعودش نحمل نفسنا ما لا يطلب مننا بدون داعي لا احنا نجلس والحياة نتكلم فيها ونتناش ونتكلم في كل شيء لان اول شيء بيحس بيه الانسان اللي هو بيستهلك نفسه واللي داخل في علاقة مستهلكة هو عدم الارتياح فالحاجات اللي كان بيعملها هو مبسوط ما بقيش يبسط بيها فلازم نلتفت ان الشخص اللي بيحترق ده مش بيحصل شيء الا الرماد وفي الحقيقة العلامة بتزهر بدري يعني العلامة بتزهر الاحتراق ده بيزهر بدري ومن علاماتنا احتراق ان الشخص اللي كان بيعمل مجهود وهو فرحان وسعيد خلاص يتحول الاشياء اللي هو بيعملها دي الى تعب وثقل وعب ويبقى ويبقى متعصب وهو بيعملها ويبقى بيعمل حاجة وهو بدون اي استمتاع بل بقلم شديد ولكن هو حاسس ان هو لازم يجري ويستهلك نفسه ويبقى الحاجة سيف على قربته ان هو يعملها طب وده ايه بحاسس بايه حاسس ان كل يوم بييجي بيقصف ساعته كل يوم بييجي بيقلمه